هو سيانيس الحقيقة عمره ما عرفت السوق التنسية اضطرابات على مستوى التزويد مثل ما تعرفه في الفترة هذية والأسباب الحقيقة عديدة ونحاول نبسطها قدر الأمكان نعرفه أنه الاقتصاد العالمي تلقى ضربات متتالية أزمة الكوفيد ثم الحرب الروسية الأوكرانية لهاتين الأزمتين أدوا إلى قطع كبير لسلاسل إمدادات عديد المنتجات خاصة الحبوب والطاقة والمواد الأولية وغيرها من المواد الحقيقة اللي تعرف ندرة على المستوى العالمي وشح لهاتي المواد على المستوى العالمي واتفاعل الأسر هذا ما تفهمين فيه العامل الخارج العامل الخارج لقدر باش ناخده بكل موضوعية ويعني حقيقي بدون مبالغة يجيو للعوامل اللي تهمنا أحنا العامل اللول في اعتقادي من حيث الأهمية هو وضعية المالية العمومية يقول القائلة شنو العلاقة بين المالية العمومية وبين انتظامية تزويد السورة فستغنالو تسمع حتى تقرير البنك الدولي اللي اصدر مؤخرا يشير وأن الوضعية على مستوى المالية العمومية والصعوبات اللي تلقاها الدولة باش توفر الموارد المالية للمؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات ديوان الزيد ديوان تجارة ديوان الحبوب وغيرها هي اللي أدات إلى أنه فما معناه سياتك قاعد تقول وأنه الدولة ما عندهاش فلوس باش تعطي للمؤسسات العمومية هذية باش نجم هي تزود معناه تخلص لفورنيسور متاح تخلص لفورنيسور وما عندهاش إمكانية مالية باش تستورد هالمواد الأساسية كما الزيد كما القمح كما السكر كما عديد المواد اللي تحتكر الدولة استيرادهم وتوزيحهم وهذا حقيقة نجم نأكدوها من خلال الأرقام في 36-2022 الدولة التونسية ومن خلال تقرير تنفيذ الميزانية شو عنا أحنا؟ عنا 17.5 مليار دينار موارد جيبائية 1 مليار دينار موارد غير جيبائية وعنا 8.5 مليار دينار ديون داخلية وخارجية كلموا هالمبالغ هذية اللي هي موارد الدولة بنلقاوا أنه مشات للأجور ولخدمة الدين إذن الدولة ما تبقلهاش فلوس باش تفي بتعاهداتها توجاه المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات وتستورد حاجياتنا من هالمواد اللي اذكرتها هذا يسباب داخلي أولي وأساسي علش نزيد نأكد مرة أخرى لأنه المواد اللي فيها نقص في التزويد هي أساسا مواد محتكرة من قبل الدولة على مستوى الاستيراد وعلى مستوى التونسية بيجيبها حتى حد الدولة نحكيه على البتران نحكيه على سكر على الحبوب القهوة غيرهم من الواحدة نجيه وتوى لسباب آخر داخلي سباب الآخر الداخلي هو يتعلق بنقص العرض بصفة عامة نقص العرض لعديد الأسباب السباب اللي لاني ارتفاع كلفة الانتاج تخلي المونت جين سواء كان فلاحة أو صناعيين يقلصوا من انتاجهم وما يحبذوش أنه يشتغلوا فما أيضا على ضعف المنظومات الفلاحية وعدم نجاعة السياسات الاقتصادية عدم نجاعة السياسات القطاعية هالأسباب هذية الكلها جعلت وأنه العرض على مستوى السوق الداخلي من مختلف المواد الحليب الماء اللي مقطوع غيرها من الدواجن اللحم الحمراء الكلها تشكو نقص في العرض نظرا للخلل الموجود في الحوكمة متع المنظومات الفلاحية ومتع السياسات القطاعية